اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أنه مع انطلاق مسابقة الابتكار الحكومي فكرة للعام الثالث على التوالي فإنه من المهم استذكار ما شهده الجميع من ظرف عالميا استثنائي والمتمثل بجائحة كورونا كوفيد 19 وانعكاساته التي أسهمت في رسم معالم جديدة للعمل وآلياته المختلفة في شتى القطاعات بكافة دول العالم وأشار سموه حفظه الله في رسالة وجهها اليوم إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد الإلكتروني إلى أن مثل هذه الظروف تستوجب دائما تحديد مواطن التطوير والتحسين المطلوبة في العمل الحكومي والسعي لتحويلها إلى قصص نجاح ومشاريع ومبادرات رائدة تسهم في تعزيز تنافسية الأداء وتحقيق الاستدامة وفيما يلي نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نطلق للعام الثالث على التوالي مسابقة لابتكار الحكومي فكرة فإننا نستذكر ما شهدناه جميعا هذا العام من ظرف عالميا استثنائي والمتمثل بجائحة كورونا كوفيد 19 وانعكاساته التي أسهمت في رسم معالم جديدة للعمل وآلياته المختلفة في شتى القطاعات بكافة دول العالم وفي مثل هذه الظروف يكون من المناسب دائما أن يتم تحديد مواطن التطوير والتحصين المطلوبة في العمل الحكومي والسعي لتحويلها إلى قصص نجاح ومشاريع ومبادرات رائدة تزخر بها المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي تواصل الحكومة إنجازها برئاسة العم العزيز الوالد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي خضم النجاح الذي حققه كافة أعضاء فريق البحرين في مواجهة هذه الجائحة تأكيدا على أن نهج حب التحدي وعشق الإنجاز هو نهج سار عليه أبناء الوطن لتعزيز تنافسية الأداء وتحقيق الاستدامة فكانت الأفكار الإبداعية التي فازت في مسابقة فكرة بنسختها الماضيتين عاملا مساهما لدعم الآليات التي تم الاستناد إليها في مسارات العمل المختلفة لضمان استمرارية العمل الحكومي بكل عزم من أجل البحرين لذا نتطلع في النسخة الثالثة من مسابقة فكرة للاستماع إلى أفكاركم المشهود لها بالإبداع والابتكار لدعم التميز في تقديم الخدمة الحكومية ورفع مستويات الأداء بما يتماشى مع مسيرة التطوير والتحديث لمملكتنا الغالية ومن خلال جهودكم المستمرة نواصل نحو طموح لا حد له لنجدد العطاء لبناء مستقبل الوطن وحاضره سائلني الله القدير أن يوفقني وإياكم لكل ما فيه خير الجميع دمتم بحفظ الله سالمين موفقين سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر